بالعودة إلى ملف الانتخابات الليبية حيث تمضي البلاد على خطة استكمال الخريطة السياسية مع فتح باب تقديم الترشيحات انتخابات رياسية وتشريعية نتعرف على أبرز الشروط والأحكام المنظمة لهذه الانتخابات سيقتصر قبول طلبات الترشح لانتخاب الرئيس على فروع مفوضية الانتخابات في كل من طرابلس من غازي وسبها في حين سيتم قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في كافة فروع مكاتب لدارة الانتخابية التابعة للمفوضية وأوضحت المفوضية أن الجولة الأولى من انتخابات رياسية ستنظم في الرابع والعشرين من ديسمبر أما الجولة الثانية فستكون متزامنة مع الانتخابات البرلمانية تكون نظام التنافس على رئاسة من جولتين يشارك في الأولى جميع المرشحين الذين تمت المصادقة على طلبات ترشحهم من قبل المفوضية ويتم ذلك بوسطة ورقة اختراع موحدة تطرح في جميع مراكز الانتخاب ويحسم التنافس ضمن الجولة الأولى في حال حصد أحد المرشحين على ما نسبته خمسون زائد واحد من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة ويعلن فائز بمنصب رئيس الدولة دون الحاجة لعادة جولتين أخرى أما إذا لم تحسم الجولة الأولى فيتم تنظيم الجولة الثانية ويقتصر التنافس فيها على المرشحين الذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى وفق الإحصايات المفوضية فقد تم تسجيل أكثر من مليونين وثمانمائة ألف ناخب ليبي ما بين نحو سبعة ملايين نسمة اختاروا الليبيون رئيسهم لأول مرة في اقتراع مباشر خطوة يرى كثيرون أنها كفيلة بالخروج بالبلاد من نفق الأزمة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي